أولاً كنوجه الشكر للإخوة في جميع الثمانيناتين يستنفعون في هذا الفضل الجميل وجميل الإمتياز خصوصاً فيما يتعلق بتنظيم دورة تكوينية على المستوى الانبيزي ولا على المستوى أيضاً الطاقة البشرية التي كانت تسير هذا المركز هذا أيضاً إحنا في إطار الشيطة التي تقوم بها وكالة تنمية محلية بالأساس في مخططها الستراتيجي العام من نهود وحاولت المساهمة بالقطاع السياحي في المدينة عبر مجموعة من تدخليات مجموعة من أشيطات التي كانت على المستوى المالي ديالة هي بسيطة جداً لكنها إن شاء الله سيكون لها وقعة جد حسن على القطاع السياحة بالمدينة من ضمن هذه الأشيطات التي تنظيم هذه الدورات تكوينية خاصة بتعيين شباب المدينة مشتغلين بعض القطاع الخدمات المرتبطة بالسياحة وتكوينهم ووضعهم على الطريق لكي يساهموا من موقع الشغالهم وموقع وظيفتهم في تنمية هذه القطاع مشروع رفع من قدرات ديال الشباب في ميدان القطاعات المسابطة بالخدمات السياحية هو جزء كما قلت من مشروع كبير هذا المشروع عدا في وحدة مجموعة ديالة تدخلان منها مخطط إعداد مخطط سراتيجي ديالة السياحة اللي يمعك على إشترك التصبر وتلقى جداً مهمة في الاتجاه هذا أيضاً عدنا وحدة مجموعة ديالة إصدارات والمشروعات الخاصة بكتاء السياحة في المدينة وتعرى سيارة الخريطة أو الأكاغطور السيك ديالة ديالة عريش اللي هنا في المراحل الأخيرة من إعداد المحتوى والمضمن ديالها أيضاً وجدنا وحدة مجموعة ديالة المطلوب والمجموعة الكتيبة اللي كي يعرفوا بمجموعة ديالة المواعد الثقافية والثنية والرياضية السنوية والقرة في المدينة اللي كتنظمها مجموعة ديالة الجمعيات سواء من جمعة الحضر مجموعة ديالة العريش أو من قطعات أخرى كالثقافة والعمل هذه كلها تدخلات أولية إن شاء الله سيكون لها كما قلت وقع على القطع السياحي بالمدينة كما قد تعرفون ديالة عريش هي مدينة مؤهلة لكي تلعب ضور أساسي في الجهة خصوصاً على المستوى السياحي فمؤهلاتها يمكن أن تسلموا بها إلى درجة أن تكون قطب السياحي بالجهة أولاً أتعب كلمة للسيد نايم أول رئيس جماعة العريش وأيضاً هو في نفس الوقت مدير وكالة تنمية محلية في المدينة وكسته الدكتور يوجد مسرور لحضر هذه اللحظة الجميلة التي من خلالها توجه واحد مجهود محترم لقاموا به خصوصاً السيدات والأخوات والإخوان لخضعون تكوين في واحد المجال للمبدأياً نحن في المجلس البلدي نعتقد بأنه واحد من المجالات الاقتصادية المهمة لخصة المدينة العريش تأهل فيها استثمار في العنصر البشري يعني تأهل للناس والتمكين ديالهم واحد الأدوات باش يشتغلوا من مهن ديالهم ولو ظاهرياً هي كسبة مهن بسيطة أو الإنسان كيقول سافر أنا عندي واحد من طعام سهر أنا كان عرف من بيع أنا أعتقد بأن المنافسة اللي في السوق أو الإنسان اللي كيعمل واحد من مهنة واحد من مقهى أو في واحد فندق أو في واحد من طعام اللي كيجو عند الزوغناء مغاربة ولا أجانب هذا كول وجه الحقيقي ديال أي مدينة لأن الزائر مكيجي من مدينة أو الشيحة اللي كيجي من مدينة أجنبي أو مغربي ما كي مشيش يتلاقى المسكولين ما كي مشيش يمديك البنايات اللي جميلة في العمالات أو في الوكالات أو في البلديات وإنما مكي تلاقى الناس اللي كيقدموا الخدمات المباشرة للمواطنين هذا التكوين والحقيقة أعتقد بأنه حقق الأهداف بيه دكتر مئة مئة أنا حضرت بعض المرات كنت كان جنزور حرابها ديال التكوين أعجبت أولا من ضيبة الناس الأغلبية المشاركين والمشاركات حرصوا جي حضرت الدورة التكوينية عن آخرين رغم بأنها ربما كان فيها بعض الصعوبات ما نساك تشكر دكتور محسين بريدري ودكتور شوقي جمج التكاثرة في مدينة العريش على المستوى الرفيع المستوى الجيد ديال التكوين لا إلميان ولا بداغو جيال لقدم المستفيدات والمستفيدين كذلك الباقي للمطار اللي سهموا في تكوين ديال اللي مرنا به الاستثمار في العنصر البشري أول أساس أنا أولا وآخرا أعتقد بأن اللي كي بني البلاد رمشي ومالفلوس اللي كي بنيوش بلاد روما الناس منسا شباب وشابات منسا يمكن مغرب ماشي وذلك البلاد اللي ورضية اللي كي حلموا بها الناس ولكن رشعون كاملة كنتوز مراحيل مغرب مرحلة صعيبة رمضان اقتصادية كلمعانات ديال المواطنين والمواطنات ولكن اللي مؤكد بأن الإنسان اللي كي دفهم جهود في واحد العملية اللي كي طوره اللي كي حرص يعطي واحد وجه الآخر واحد وجه أجمل واحد الوجه أكثر تقدما بتأكيد يحصل على نتيجة شكرا وكالات محلية يمكن نبغين شكرا وخاما حترين شمعنا الشركاء بينا الإسباني اللي كي نعملوا هذا المشروع اللي هما فامسي اللي من خلال سنة وحدة ديال اللي تشيغل معهم حققنا أشياء مهمة يجي الوقت في المعرضوات نهايات السنة من شاء الله من بعد من ستوى مشروع اللي عادنا معهم جميع عضاء مجلس البلادين دكتور زاميسي المنسبحي الحجن وفا الأستاذ النادياف سيحمد النوا اللي شاركوكو وحرصون يوما يكونوا موجودين باش يعطبروا على الدعم ديالو من هاد المبادرات اللي خرجت من المألوف صحيح دايما تكوين بزيان 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 ولكن الإنسان يدعنا تكوين في واحد المجال اللي كيهم الحياة المباشرة ديالو أعتقد النتيشة هي كيكونوا عندك ستين الناس كتسبتا بهم كتسليب ستين الناس ما تتسبداش بمياد الناس وتسليب جوش قدامك لأنهم عشماني يمشون في حالهم الدالي بحضور بلكم باستمرار بلكم والأهمية ديال الموضوع شكرا لكم نتمنى ونقدروا نعملوا مجهود آخر ونطوروا في الاتجاه آخر هذا مجهود اللي ده نتمنى يتم استثماروا الطرف الجميع لنتما ونحن نمجلس بناديل وكالة محلية للشورة كأمان الأجاليب لنتما اللي كتشتغلوا في الميدان أعجب جداً بدريدي البلايا اللي هما الجوش بواجه 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 كانوا بشتغلهم أغلبيتهم كشتغلوا لكل مهان طول حياتهم ولكن باش قبلوا ونضبطهم وحضروا هاد هاد دورة تكونية من المؤكد في الصيف نمجح نشوفوا نتيجة أحسن من اللي كانت في السنة الفريطة شكراً لهم على مضيبات وشكراً لإخوان والأخوات اللي ساهموا في الإنجاح ديال هاد التدهورة والتوفيق لجنب محمد بن زيناء محمد بن زيناء محمد لحب 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 لماذا؟ لماذا؟ جاب بينا جاهز بينا هل يطبع احد كريبة في صفعاء على جانب مصدر قبل مصدر فقد قال ناس ميدين دعيني تقدموا وصع هل ستكون لديك مرة أخرى؟ هل سوف نقول؟ حسنا. السلام عليكم. دكتور محسين بريبري إطار فيمادو بيات الصحة بمدينة العرائش والذي كان مشرف على التكوين المستمر لهذه الفئة من الساكنة صراحة جدا تفاخور ونشكر الإخوان الذين كانوا سهرون الإخوان الجمعية والإخوان المجلس البلدي على المبادرة الشيخة لأنه يكون مؤثر وطنيا في جميع مراميج أو الجهوية براميج صحية كثيرة ولكن الأول مرة كانوا قادوا نعود إلى التكوين يعني فإن فئة مؤيانة من الساكنة لكي تخضع إلى واحد التكوين مستمر يعني واحد الهدف أن تستفيد إن شاء الله على المدى البعيد يعني باش تستفيد في حاجة الممارسة دينا اليومية إذن التكوين كما عرفت تورا كانت إني واحد أعطينا شي تكوينات على حساب الضرورة أولا على حساب يعني ما هو اللي كانحتاجوه يوميا في المزاوال دي مهم دي لكم كانوا مواضيع المتعددة كانت من بعد جئنا لأنه شنو الموضوع اللي كان مكوم كتر باش لنعقشوه يعني تعطونا بدي عمدي كانوا تكوينات بعض الأمرات كانت تكوينات على حساب المخاطر كان ذلك شي متنوعة كانت تمنى كانت تمنى أنني قمت بالدور دي كما هو مناطبية واتقال يضع فيها الإخوان دي للجمعيات لنا وانتمنى أنني كنت لوصلت رسالة على حساب ما يرام وانتمنى إن شاء الله وإحنا دي من في خدمة مع الإخوان اللي هو معزاز عدينة وصد الدكتور ماشيز وصديق منذ زمن الدراسة وإحنا مستعدين في أي وقت كأطورة مدوبيات الصحة كأطورة تكوينات مستمر باش نين نسير معاكم التكوينات ما هو صحي وتواليج ملقطة جميع المواضيع اللي كسب لكم مهمة إحنا أعطيونا غير ما هو مهم أستاذ النبياء والأستاذ محسن دي كان في المسة والأستاذ بنا منه بزاف كينا بلأ الله أشكرا أستاذ العمراني وبدو قصر إرزامي أتباك لله كلهم كانوا في المسة والصراحة لله والأستاذ بنا منه وقد أتمنى أن هذا العامل ينشون بلاي إن شاء الله في 2018 في الصيف القوهف وقد أتطرد من الأحسن الأحسن في المستوى إن شاء الله لأنه ما يمكن أن يرسده بزاف من الدكتور محسن كينا؟ وكشور حضور كامل وكشورم على هذا أتكلمنا على الدورة على سكلة ياكوب السلام عليكم أنا أكبر من المستفيدة الأوائل للوكالات تنمية المحليات الفرمسي والمجلس الجامعي في المدينة العريش بكوني في إطار مسيرة مطعم بالمدينة العتيقة في ضد القصبة من هذا العريش استفدنا من دورة السكمينية في الإطار من خدمة الصحة للطبخ كل ما هو كيفية سياحة وكل ما هو كيفية المدينة العريش وستفدنا كثيرا لأن المدينة العريش بالحقيقة كانت محتاجة بحل هذه المدينة هذه وحنا حمدنا استفدنا اليوم ما هي المدى الأهمية والاستفادة التي تستخدم المدينة في المستقبل؟ المدينة في المستقبل وتقوى الخدمات في جميع المجالات؟ في جميع المجالات بالنسبة لما نحن هنا بقى يشوفوا المدينة تتأهل لكي السائح يدخل المدينة لأنه لم يشوفوا شدابة في إطار التقوين أو لا تقوين في حد ذاته جميل مرائع وإنما بالنسبة للمدينة بقى يشوفوا شي تكميلاً لتكمل السائح أنه يقوم لأنه كانت من المدينة القديمة وقد نشوف بأن الماءاتين يجلبون سياح بحد الكمية يعني المكان غير مؤهل إذن هالعنصر البشري هو أول رافع على موضوع القطع السياح السرام هيب تاجي مايا طاعس نائبة رئيسة جامعية الماء المنتجة عكاشا نحن رحل نزاف هذه الدورة للتقوينية بك أشكراً لنا الدكتور وحسين والسيرتاني لأنه كانوا في المستوى صراحة والحمد لله إحنا فرحاني لأنه في 2018 عادتكم إن شاء الله لا يمكن أن تجد سياحة من المستوى الصراحة بمكرة ما الذي يحدثه ما الذي تحضر على مستوى السياحة وبالتنمية لا يمكن أن تحضر من الأحيان من ناحية أطراف المستوى الزيعة إن شاء الله سيكون في 2018 سيكون في المستوى لأننا أخذونا سائح دلونا فورماسي وكومونيكاسي وكانت المستوى صراحة أنا فرحانة بزر ومثم عادي تشوفوا مرحبة بكم في 2018 في طلاية العلاج سيكون كوش عادي تعجبون إن شاء الله في المستوى وشكرا من ياف على مستوى الثالي القطاع السياعي وبصفة خاصة للعنصر البشري الحقيقة أنه هذا اليوم هو كاليوم يعني عنده واحد أطراف كبير لأنه أول مرة تاريخ دي العلاجيش لكن شكوا هذا النوع ذي التكوين هو كينتظر التقطير ديال السياحة وجلب يعني سياح وكذلك جلبهم وإعادة مثلا الزيارات نفسها تابعة من مدينة العلاج خاصة أن العلاج من ناحية السياحية فهي بعيدة بعيدة بزاف على المدن المجاورة نعم ويخص المضمون بالورشة التكوينية الحقيقة كان جيد جيد راح لأنه كان يمس حتى داخلي للإنسان عادة عادة بس يحافظ على نبسه وبالتالي نعم بالنسبة للعنصر البشري أهم حاجة فيه هو الرفح من هلات الكفاءة للعنصر البشري طبعا يعني وش هالدورة تحس بأنها كانت في مستوى أنها ساهمت فالرفح من هذه الكفاءة؟ في الحقيقة في الحقيقة أننا كنا كنا نتضرب أكثر من هذا الشيء هذا وكنا كنا نتضرب ولكن نظرة المدة يعني قصيرة هذا مجهار وتكوين عام وتكوين عام وتكوين عام وتكوين عام إلى آخرين ولكن هذا بالنسبة لي أنا أشاركت بإسم الجمعية الجمعية لديها التنمية لديها وهي أهداف لديها كتلاقة مع المجالات هذا وبالتالي نحن نتابع نحن كجمعية نتابع هذا وبالتالي ربما نكون مكوين من بعض الأمراض إلى آخرين بدعوان الأنشطة في